الضفة الغربية تقع بين كفين الكفة الأول هو الإجراءات العسكرية وحملة الاختحامات وعلى الجهة المقابلة المشاريع الاستيطانية منذ منتصف الليل وحتى هذه اللحظة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملة مداهمات واسعة النطاق في عدد من مدن تولكرم ونابلس وكذلك أيضا في قلقيليا شمالية الضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة تولكرم صباحا هذا اليوم داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بلعة واعتقل أحد أفراد الشرطة الفلسطينية بعد تفجير أحد المحال التجارية تابع لهذا العنصر في جهاز الشرطة الفلسطينية خلال ذلك اندلعت مواجهات وأطلق جيش الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي أصيب شاب فلسطيني كان يتوجه إلى عمله بأربع رصاصات في الصدر والظاهر وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني ونقل بشكل عاجل إلى مستشفى تولكرم الحكومي لتلقي العلاج خلال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بلعة باتجاه حاجز عن عناب شرقية المدينة مرت الآليات العسكرية الإسرائيلية ببلدة عنبتة شرقية المدينة وأصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال اثنين في الأرجل وثالث في منطقة الكتف لترتفع حصيلة الإصابات صباح هذا اليوم إلى أربع إصابات في مدينة تولكرم وعلى وقع هذا الاقتحام كذلك أيضا شهدت مدينة قلقيليا اقتحاما واعتقال لشابين فلسطينيين لاحقا أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن أحد الشبان فيما ذكرت مصادر طبية بأن شابين فلسطينيين أصيب أحدهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الفخد وأصيب شاب آخر بشضايا الرصاص الحي وصفت هذه الإصابة بالطفيفة كذلك أيضا اختحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وتحديدا محيط البلدة القديمة دارت اشتباكات مسلحة تبنت كتيبة أحفاد اليسين المسؤولية عن ذلك بالإضافة إلى كتائب شهداء الأقصى مجموعات شباب الثأر والتحرير عقب مداهمة مطبع يزعم الاحتلال بأنها تقوم بتقديم المساعدة والمنشورات لحركة حماس بالضفة الغربية قام بتدميرها وصادر مركبة صاحب هذه المطبع الذي هو أساسا معتقل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين عمليات مداهمة واسعة ينفذها جيش الاحتلال تحديدا في مناطق قطنة قرب القدس أصيب شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم فيما تم اعتقال عدد آخر خلال حملة مداهمات واسعة النطاق هذا يتزامن طبعا بالإعلان عن تقرير لمنظمة السلام الآن بأن المستوطنين يوسعون من أنشطتهم في مناطق الضفة الغربية على وقع إنشاء استيطانية جديدة وشق طرق استيطانية على حساب مصادرة أراضي الفلسطينيين بالإضافة إلى الهجمات المتتالية والاعتداءات صوب القرى والبلدات والتجمعات البدوية سواء في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية أو في مناطق الأغوار التي تعمل على عملية إحلال وفق ما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنها عملية إحلال للسكان الأصليين الفلسطينيين أمام زحف استيطاني في هذه المناطق طبعا هذه المشاريع هي مدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية وكابينات الحرب الإسرائيلي الذي ضخم يقارب 30 مليون دولار للمشاريع الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية سواء بعملية بناء وحدات استيطانية أو دعيم البناء التحتية والنطاقات الأمنية لهذه المستوطنات هذه المشاريع الاستيطانية كانت منذ ما قبل السابع من أكتوبر ولكن هل يمكننا القول أنه تزامنا مع حرب غزة اتسعت رقعة هذه المشاريع الاستيطانية وهناك تخوف من تغير ديموغرافي فعليا في الضفة الغربية في وقت العالم منشغل فيه بأحداث غزة وهذه الحرب الضارية على القطاع يعني كما يقول الفلسطينيون في نهاية المطاف ستقف الحرب اليوم غدا بعد شهر بعد عدة أشهر في قطاع غزة لكن الحرب ستبقى مستمرة هنا في الضفة الغربية والهدف الأبرز لهذه المشاريع هو بالفعل الوصول إلى تغيير ديموغرافي في طبيعة المنطقة بمناطق الضفة الغربية التي تشبه الكنتونات المحاصرة عبر الحواجز والبؤر الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل في ظلال الحرب على قطاع غزة واستمرار الهجمة بالاقتحامات نعم يستغل المستوطنون هذه الأوضاع الأمنية لتمرير جملة من المشاريع تهدف إلى ربط وتعزيز الربط في شبكة الطرق والمواصلات عبر شق طرق استيطانية بين البؤر وكذلك المستوطنات الكبرى في مناطق الضفة الغربية وكذلك أيضا مصادرة مزيد من الأراضي لبناء وحدات استيطانية سيما في ظل القيود الأمنية بعملية تنقل المواطنين في مناطق الضفة الغربية وحالة الهوس الأمنية في عمليات إطلاق النار حتى أن بعض المزارعين في مناطق لم يستطيعوا الوصول إلى أراضيهم منذ السابع من أكتوبر وأتيح هذا الوضع الأمني المجال للمستوطنين للوصول إلى هذه الأراضي لإنشاء خيام لإقامة كارفانات متنقلة بعملية السيطرة على الأراضي وكذلك أيضا توسيع رقعة الاعتداءات باتجاه التجمعات والمضارب البدوية في مناطق الأغوار على وجه التحديد هناك حرب يومية في ملاحقة الرعاة في الهجوم على الخيام في إغلاق الطرق في تحديد وتقنين هذه المناطق بهدف إتاحة الاستيطان الرعوي والزحف للمستوطنين في تلك المناطق بالفعل تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد مستمرة سواء عسكريا إسرائيليا أو استيطانيا من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية وهذا يقود في ظل التحذيرات لخفض وطيرة التصعيد في مناطق الضفة الغربية لحالة الانفجار الشاملة في ظل استمرار هذه الحرب التي تستهدف الكل الفلسطيني سواء هناك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية أشكرك من نابلس خالد بدير مرسل الغد